السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم هيبا من قسم اللغة الفرنسية وفيديو جديد في هذا الفيديو سوف أقوم بعمل مراجعة أو تلخيص صغير للا لانكوستيك وسوف نبتأ من البداية كيف ظهرت ومن هو الشخص الذي قام بكتابة مفهوم للا لانكوستيك بدون إطالة سوف نبتأ في الشرح بداية لا تنسوا عمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل شيء جديد أقوم بتنزيله وفيديو جديدنا الآن مع فردنان دوسوسور من هو فردنان دوسوسور سيتان linguيست suisse ني أجنف le 26 novembre وفيذكرنا للا لانكوستيك وعلى قسم بفردنان دوسوسور ففردنان دوسوسور هو le père fondateur de للا لانكوستيك يعني فردنان دوسوسور هو من قام بإنشاء للا لانكوستيك سوف نقوم أو سوف نجد معن ما هو تعرف للا لانكوستيك فبالمختصر للا لانكوستيك هي السيانس كي هي للا لانكوستيك يعني ندرس للا لانكوستيك من أجل هدف واحد وهو للا لانكوستيك وفردنان دوسوسور قال للا لانكوستيك للا لانكوستيك يعني هدف للا لانكوستيك أو الهدف الرئيسي هو اللغة بدراستنا للا لانكوستيك سوف نقوم بمعرفة أي شيء متعلق بلا لانكوستيك في هذا التعريف أو في تعريف ما هي الكلمات المفتاحية لدينا الكلمات المفتاحية هنا في هذا التعريفية لذلك سوف نقوم بتعريف طبعا التعريف الذي نعتمده في أو التعريف التي نعتمدها كلها ترجع إلى أي أننا نعتمد تعارفه فقط عندما أقول لكم نعتمد على تعارفه هذا لا يعني أنه لا يوجد تعارف أخرى بل هناك تعارف أخرى لمجموعة من الذين قاموا بتعريف قاموا بتعريف فمثلا نجد شامسكي نيوم شامسكي نجد أندري مارتيني هؤلاء دي لانكوست قاموا بإعطاء تعريف أو تعارف مغايرة للتعريفات التي قام فردينون دو سوسير بإعطائها لمصطلح أو لانكو أو لانكو وبما أننا الآن ندرس في لانكوستيك اعتمادا على الكور لانكوستيك جنرال وهو كتاب فردينون دو سوسير فإننا سوف نعتمد على تعريفاته سوف نتحدث قليلا عن الكور لانكوستيك جنرال هذا كتاب قام فردينون دو سوسير بكتابته أو بإنشائه لا أقول كتابته بل بجمع المعلومات التي في داخله أن كل الأبحاث المتواجدة داخل هذا الكتاب فردينون دو سوسير هو الذي قام بالتجرب عليها والتحقق من صحتها لأن هذا الكتاب لو تلاحظون ببليه ببليه ان من من نفسانسيز لكن فردينون دو سوسير توفيه في من من نفسانثيز الكور لانكوستيك جنرال إكريه ان فرانسي ويبليه ان من من نفسانسيز اقرأ شراء بشيء يعني تلاحظون فردينون دو سوسير هم الذين قاموا بكتابة ونشر هذا الكتاب بعد موته والآن نعود الى الكلمة المفتاحية التي حددناها سابقا وهي التي تواجدت في تعريف لانكوستيك فردينون دو سوسير قاموا بإعطاء تعريف لانكوستيك فقال لانكوستيك اتلزي بردينون دو سوسير يعني هي مجموعة من الرموز اللغوية التي نستعملها في مجموعة لكي نتحدد هذا هو تعريف لانكوستيك هذا بالنسبة لفردينون دو سوسير فبعد ذلك ما هي الكلمات المفتاحية في هذا التعريف انسانبل دو سين لانكوستيك فلا دينا سين ومعناها رمز لغوي أو رمز لسيني فلا دينا سيني قال فردينون دو سوسير بأنه ينقسم إلى قسمين لدينا سين signifiant et signifi يعني الدل والمدلول هنا سوف نقوم بشارح مفصل ما هو le signifi وما هو le signifiant أولا هنا لدينا le signifi وهنا لدينا signifiant فلسينفي باللغة العربية هو المدلول أما le signifiant هو الدل أعطيكم مثال بسيط جدا لدينا كلمة الشمس أو le soleil فكلمة الشمس أو نطق كلمة الشمس le soleil هو le signifiant يعني هو الدل بينما معنى أو الصورة التي تأتي إلى دهنك مباشرة عندما أقول لك كلمة الشمس هي شيء دائري أصفر متواجد في السماء هو le signifi أو هو المدلول مدلول الكلمة هذه الكلمة على ماذا تدل الصورة التي تأتي إليك le sens المعنى ف le signifi c'est le sens المعنى أما le signifiant le son الصوت الصوت الأصوات التي نتجب عندما نطق هذه الكلمة مدل آخر la table la table t-a-b-l كل هذه الأصوات أو عندما نجمعها معا نقول بأنها signifiant يعني le son صوت كلمة table هو le signifiant بينما le sens الطاولة هي عبارة عن شيء نكتب عليه أو نتناول الأكل عليه مصنوعة من الحطب هذا هو le signifi هذه صورة الذهنية التي أتت إلى ذهننا بعدما قلت لك كلمة table هذا هو تعريف le signifi et le signifiant الآن نذهب إلى العلاقة الموجودة بينهما لكاركتيريستيك جي سيني لانجوستيك أو خصائص الرمز اللغوي لدينا خاصياتين أولا أغبيت خيار وثانيا لالينياريت لدينا signifiant و signifi تجمعهما علاقة مهمة جدا أو علاقتان الأولى أغبيت خيار ومعناها اعتباطي ومعناها غير إلزامي غير ضروري والثاني العلاقة الثانية هي ضرورية علاقة ضرورية فبداية نبدأ بالعلاقة الضرورية لأنها لا تهمنا كثيرا ثم نذهب إلى لغبة خار وهي العلاقة التي تهمنا والتي تكون في العديد من الجمل التي يطلب الأساتذة من التلميذ شرحها في الاختبارات فالعلاقة الأولى هي العلاقة الضرورية ما معنى أن العلاقة بين le signifi et le signifiant ضرورية يعني متى وجد اللفظ وجد المعنى مثلا أعطيك كلمة شمس عندما أقول لك هذه الكلمة من أين استوحية هذه الكلمة شمس لا أحد يعلم من أين جاءت هذه الكلمة لكن عندما أقول بإعطائكم كلمة أخرى مثل شاخير هذه الكلمة من أين جاءت شاخير جاءت من الصوت الذي تصدره النائم فعندما ينام الإنسان يقوم بإصدار هذا الصوت لذلك قمنا بإطلاق كلمة شخير على الصوت الذي يصدره لذلك هذه الكلمة لديها لفظ ولديها معنى أي أننا وضعنا مصطلح شخير استناداً على الصوت الذي يصدره أعطيكم مثال آخر لتفهموا خرير الماء خرير الماء لماذا سمي خرير؟ لأن الماء عندما يجري في النهر يقوم بإصدار صوت مثل لذلك للانجويست استناداً على صوت خرير الماء سمي صوت جريانه بالخرير أعطيكم مثال آخر حفيف الرياح نقوم بإطلاق اسم حفيف حفيف الرياح لماذا سمي حفيف؟ لأنه عندما تلمس الرياح الأوراق يقوم بصدور هذا الصوت لذلك نطلق عليه بالحفيف وهناك عدة 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 أمثلة الآن فهمنا بأن العلاقة الضرورية معناها اللفظ يجب أن يكون لديه معنى وهذا هو ما نقصده بالضرورة ضرورة وجود معنى لللفظ أما بالنسبة الآن للعلاقة الاعتباطية أو أغبيت خاخ هي علاقة بين في هذه العلاقة لا توجد ضرورة عقلية أو تجريبية تفرض على اللغة أن تعبر على المعنى بهذه الأصوات يعني عندما أقول طاولة ليس مهم أن يكون لدينا شيء استندنا عليه من أجل تسمية هذه الطاولة بالطاولة يعني السينفيون أو الصوت غير مهم أن يكون لديه سينفي معنى أو لا على عكس الشخير مثلا أو كلمة شخير التي استندنا فيها إلى الصوت من أجل وضع هذه الكلمة فلغة خاخ لا توجد هناك علاقة أو لا توجد هناك ضرورة لتواجد اللفظ مع المعنى أو لا توجد علاقة بين الإسم والمسمى كنت قد قلت لكم سابقا بأنه لا توجد ضرورة تفرض على اللغة أن تعبر على هذا المعنى بهذه الأصوات يعني كلمة سور المتكونة من أس أو أو وآر لا يوجد شيء محدد استندنا عليه من أجل إعطاء هذا الصوت لكلمة سور يعني لم نستند على شيء لم أستند على شيء ملموس أو مسموع من أجل وضع كلمة سور ففي المقابل نجد أن كلمة سور تعني أخت باللغة العربية وتعني سيستر باللغة الإنجليزية لذلك ليس هناك شيء محدد استندنا عليه من أجل إعطاء هذا الصوت لهذه الكلمة الآن انتهينا من تعريف لسينيفيون واللسينيفيين فنكمل مع بقية الأشياء فرديناندو سوسيو قام بإنشاء بما يسمى أي الثنائيات السوسيرية ثنائيات أي كل إثنين مع بعض فمتلاً سينيفيون سينيفي هذه ثنائيات سوسيرية أي إثنين من التعريف أنشاءهم سوسير نكمل مع بقية الثنائيات لدينا لغة 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 الإنجليزية لدينا سيكسر ميوان دو سيني أو هو طو سيستم دو سيني يبارمتان لكوميكاين فاللانغ مطانان نتحدد عن اللغة الفيانسية لانغ واحدة لكن لانغاج يختلف أي أن أي جروب أو أي كميناتي تحتاج إلى اللغاج محدد من أجل الحديث فمتان لا يسور ميو لديهم اللغاج محدد من أجل الحديث لا نقول عن الكلام الاشارات التي يستعملوها لأسور ميو لديهم اللغة فاللشيان لديهم اللغاج الاترين لديهم اللغاج خاص الان نقول بتعرف مه يهل اللغة أو الكلام فاللغة هي لديهم اللغة ديهم اللغاج خاص ديهم اللغاج خاص يعني أو الرموز اللغوية عندما نستخدمها بطريقة واضحة أو ظاهرة في موضوع معين هذا الموضوع هنا هو الكلام أو هو الحديث التواصل مع شخص آخر فعندما نتواصل مع شخص آخر نستعمل رموز طبعا هذه الرموز عندما نستعملها نسمي هذا الحديث بلاي بارول الآن مع التنائية التنائية الأخيرة وهي synchronي وديachronي synchronي تعني l'évolution des signes dans un instant أو l'évolution de la langue dans un instant في الامتحان يقوم بإعطائك اللغة في فترة معينة ويقول لك أدرس تغيرات التي جرت عليها في فترة معينة على عكس الديachronي فهي الévolution des signes أو كورجة ليست هناك فترة معينة من أجل دراسة التطور لغة بل أن لإvolution de la langue أو كورجة ويقول لغة يعني بتواصل الزمن هذا هو الفرق بين synchronي وديachronي إذن وصلنا لتعرف على لديكوتومي سيزوريان فوجدنا لغة لغة synchronي وديachronي وسينفين وسينفين الآن نختم بشيء مهم لماذا لغة لغة السكريبتيف أي أنها تهتم بوصف اللغة تهتم بوصف اللغة أي أنها لا تهتم بوصف اللغة أي أن هذه الكلمة معناها إلزامية أي أن هناك قواعد أو دراقل مهمة ويلزم بالقارئ استعمالها من أجل التكلم أو من أجل الكتابة من أجل الدخول أو الغوص في لا لغة فبذلك نجد أن لا لينكويستيك تهتم بوصف اللغة أما لا غرامار تهتم بوضع قواعد اللغة إلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الشرح جيد والمعلومة وصلت لا تنسوا عمل اشتراك من جديد وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر